التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تشربين بيسراك يا عائشة؟ معذرة يا أمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء فيجب التأسي به في جميع أفعاله هل تقصدين بالتأسي أن نجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا؟ بالفعل يا ابنتي فالأسوة هي القدوة والاتباع فقد أفلح من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم جعله قدوة له إذن فهناك فضائل كثيرة للتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم بالطبع فهي سبب لمحبة الله قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن فهي أيضا سبب لدخول الجنة أحسنت وتركها يسبب البعد عنه صلى الله عليه وسلم لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني والعمل بغيرها سبب لعدم قبول العمل قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن فمن واجبنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل فمن مظاهر التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم الحرص على الفرائض تعلم السنة ونشرها وتطبيق ما نقدر عليه منها الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في القول والعمل وكذلك محبة وتشجيع من يعمل بالسنة والإنكار على من يستهزئ بالسنن أو ينتقص العمل بها هذا صحيح ولعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس اتباعا له في كل أفعاله نعم يا بنيتي فعن ابن عمر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب وكان يجعل فصه في باطن يده قال فطرحه ذات يوم فطرح الناس خواتمهم ثم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه وعن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعا عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا لن أنسى ذلك أبدا يا أمي وسأكون حريصة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يا ابنتي والآن لخصي ما تعلمته اليوم خلاصة ما تعلمناه اليوم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الأسوة هي القدوة والاتباع فمن تأس بالنبي صلى الله عليه وسلم جعله قدوة له من فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لنيل محبة الله سبب لدخول الجنة من مظاهر التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم تعلموا السنة ونشرها الاقتداء به صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ومن حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي به حديث ابن عمر عن خاتم الذهب اشتركوا في القناة